عبر عثمان أكثر من 500 كيلومتر مع ماشيته على مدى عشرة أيام ليصل إلى سوق اللحوم في شمال نيجيريا الراعي الذي ينتمي إلى إتنية فلاني في مالي يدرك أن رحلة طويلة لكنها تستأهل العناء ويتم تحميل الجزء الأكبر من هذه الحيوانات في شاحنات تتوجه إلى لاغوس لتلبية الحاجات الغذائية لعشرين مليون نسمة وتشير التقديرات إلى أن النيجيريين يشكلون نصف مستهلكي لحوم الأبقار في غرب إفريقيا ويستهلك هذا البلد وهو أكبر اقتصاد في القارة السمراء 360 ألف طن من لحوم البقر سنويا ويتوقع أن يرتفع هذا المعدل بواقع أربعة أضعاف بحلول العام 2050